نوها يعني مبين من خلال كلامك أن أنت تبدلين مجهود جبار عشان توصلين حق اللي أنت تبينه وطبعا من خلال مشوار هذا اللي أنت مشيت فيه خدتي طبعا أفضل شخصية في السوشال ميديا أعطوه جائزة على هذا الموضوع هي دراسة هي دراسة نزلت على فوق بزنس مو أفضل شخصية بسوشال ميديا كثير ما هي أكثر شخصية من ناحية التسويق والمبيعات مقارنة أو دراسة أجرتها شركة أو عفوا مجلة فوق بزنس وهذه طبعا يعني ما في أي شك بمصداقيتها الدراسة شملت مجموعة من المؤثرين اللي اشتغلوا مع الماركات عندنا بالعالم العربي مجموعة من مؤثرين من الكويت ولا يعني سوى العالم لا كل العالم العربي وكل الشرق الأوسط حلو كم لي؟ الحمد لله يعني تصدرت هذه الدراسة بقيمة سوقية أكثر من 12 مليون أنا اخترأت شلو اللي تتم ترشيح الأسماء ما يتم ترشيح هو دراسة تكون بناء على أرقام ومبيعات وإحصاءات مع الشركات اللي تعاونت مع المشاهير يعني أنت حالك حالنا إحنا سمعنا الخبر وأنت سمعته كذلك؟ أنا سمعته أنا شفته أنا ربعي وأصدقائي وإدارة أعمالي أهم اللي شافوا الخبر في فوق بيزنس طبعا لازم الإشاعات اللي تطلع بس هذه الشركات يعني ترى موثوقة يعني مو مجموعة شباب رح نشرينها نعم نعم بصراحة أنا أعطيت شامل عامي أنا صريح أنا صريح يعني قاعد نشوف بعض المهرجانات وبعض الدراسات اللي قاعد تصير نسمع ما أوجه لك أنت الاتهام نسمع أنه يقول لك يندفع من تحت الطاولة مو فوق مجازين مو فوق ولا ماري كلير ولا الأسماء الكبيرة هذي ولا هذي لها يعني شركات ترى تتعامل أنت مع تاريخ هذه شركات في الإعلام العالمي مو العربي هذا تاريخ هذين عندهم مصداقية الذين يتعاملون مع أكبر ولا فيها واسطات هذين عملاء هم البراندز العالميين فأنا لما يطلع اسمي بهالبراند بحكم شغلي بهال عفوا المجلات بحكم شغلي مع البراندات ترى في أشخاص كثير بعد كان تم إدراج اسمهم يعني باللستة لقد الحمد لله التصدر هذا معناته بناء على شغلي السابق عرفت أحصائيات أرقام أش كثر بعنا من إعلاناتنا مو شي بسيط مني والطريج ولا شي تقدر تتكسب منه أو تشتري بفلوس إذا صح التعبير عرفت ولا فيها واسطات ترجمة نانسي قنقر